موسيقى مشاهدين أهلا بكم لقاءة جديدة ومعشرينية وقراءة جديدة لوضعية سوق المال المصري البداية بقراءة أهم الأرقام والأرقام التي وردت في البورصة اليوم حيث اتفع معشر بورصة رئيسي EGX 30 بالنسبة 24% ليبلغ مستوى 14.944 و46 من المئة نقطة بينما تراجع معشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالنسبة 11% ليبلغ مستوى 712 و42 من المئة انخفض أيضا مواشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنحف فاصل 8% من المئة ليبلغ مستوى 1798 و76 من المئة نقطة امتدت موجة التراجعات إلى مواشر EGX 30 كابد الجديد مؤحدد الأوزان النسبية بنحو فاصل 18% منهي ان التعاملات عند مستوى 18834 نتحاول لقائمات القطاعات النشطة في السوق حيث كان قطاع العقارات هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 17 و87 تلاه قطاع البنوك بنسبة 14 و31 وجاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك ثالثا بنسبة 12 و22 بينما جاء رابعا قطاع موارد أساسية بنسبة 10 و83 بالمئة بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 78 و17% من إجمال التعاملات كما اتجه المستثمرون لجانب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 14 و12% من تعاملات السوق اتجه العرب نحو البايع واستحوذوا على نسبة 57% من تعاملات السوق اتجه الأفراد نحو البايع واستحوذوا على نسبة 54 و72% في حين مالة مؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 45 و 27% من إجمال التعاملات عن الأسهم الأكثر ارتفاع تصدرها سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 68 و 67% ثم سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 36 و 38% وجاء ثالثا سهم نيل للأدوية والصناعات الكيموية النيل بنسبة 75 و 71% ثم سهم الحديد والصول بالمصرية بنسبة 25 و 27% عن الأسهم الأكثر انخفاضا تصدرها سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 95 و 97% ثم سهم الإسكاندرية لأسمان بورتليند بنسبة 74 و 78% تلاه سهم التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 23 و 23% وحل رابعا سهم القاهرة للدواجد بنسبة 3 و 11% هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالبورصة نحو مليار جنيه ليبلغ مستوى 827 ونصف مليار جنيه وسط تعاملات كلية تجوزت المليار جنيه لمزيد من التحليل وتوضيح بيساعدنا أن ينضم إلينا اليوم في استوديوني الأستاذ محمد عبدالهادي خبير أسواق المال شرفنا أستاذ محمد أهلا بك نحن نتدي على طول عملية التحليل وتوضيح بعد مطالعات التقرير كالعادة إلى التنفيذ ما بين اللونين الأحمر والأخضر تباين أداء مؤشرة البورصة المصرية لدى أغلاق تعاملات الخميس نهاية عملات الإسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وسنضيق للثثمار الأجنبية والمثثمرين المصريين بينما اتجه التعاملات العرب نحو البيع وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو مليار جنيه ليبلغ مستوى 827.5 مليار جنيه هنلاحظ كمان المؤشر السابعين يبتدى أنه يرتفع يبقى فيه اهتمام به بسبب خروج 22 سهم ودخول 22 سهم مجدد فيه 22 سهم يتعلقوا بروحات الحكومية الجديدة وعملين الأداء المالي جيد جدا ملاحظين برضو في الجلسات الأسبوع أن الأسهم الخبرية اللي عليها أخبار جيدة ونتائج عمال جيدة هي التي ترتفع وتتعمل سلوك جيد كان فيه متجرات بالنسبة لمتعمل المصريين سريعا ولكن يعني فيه بعض منهم آثر أنه هو تكوين ملاكز شايفين أن بسبب الأقبال الاقتصادية جيدة هو متجه إلى اتجهات سعودية مختلفة وارتفع المؤشر الثلاثين بنسبة 24 من 100 في المائة يبلغ مستوى 14.944.46 نقطة بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 11 من 100 في المائة كما انخفض مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 8 من 100 في المائة نحن النهاردة بنترقب لجنة السياسات النقدية ونشوف قرارها إيه هيكون بخصوص الفايدة سواء كان سبت أو رفع أو خفض لكن إحنا بنتوقع في الفترة اللي جاية إذا استمرنا أو سبتنا في أنوتة الـ 15 ألف إحنا رايحين للـ 15 ألف وخمسمية أما إذا فيه حصل جاني أرباح فهيكون يوصل للـ 14 ألف وخمسمية ومن نتوقعش أنه هيكون جاني أرباح قوي زي ما بيوزع لكن هنتوقع أنه هيكون فرصة لزيادة البزيج أو مراكز المالية لأي مسأس وفي ختم التعاملات ارتفعت أسعار أسهم 80 شركة بينما ترجعت أسعار أسهم 69 شركة وحفظت 28 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة أسماء حسن أنيل أهلا بكم من جديد البورصة لها فترة في حالة ارتفاع وتحقيق يعني تعاملات جيدة بشكل كبير وأرقام مميزة التباين اليوم هل هو متوقع يا سيد محمد ولا حركة طبيعية بالنسبة للارتفاعات التي فاتت بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتك أبو مردن هامج مؤشر النيل إحنا عاوزين نقول أن البورصة على مدى 13 أو 14 جلسة في ارتفاعات مستمرة طيب الارتفاعات دي أنا أعتقد أننا كنا متوقعينها في شهر 12 البورصة في خلال هذا الأسبوع ارتفعت اكتسى اللون الأخضر طوال هذا الأسبوع يعني أنا عاوز أقول لحضراتك أن كانت أقل حجم تداول مثلا كان يوم الحد بحوالي 750 مليون جنيه ويوم الاتنين لقنا 938 مليون ويوم الثلاث مليار ومية ويوم الأربع مليار وثلاثمية والنهاردة زي ما حضراتك قلت مليار النهاردة فيه تباين آه بس طبعا ده بعد أربع أو خمس جلسات تلوع في خلال هذا الأسبوع فده لازم يحصل فيه تباين في بداية الجلسة حصل أنه ارتفعت البورصة بعد كده بدأ يبقى فيه جني أرباح كفيف وفي أخ نص ساعة بدأ السوق يلم نفسه تاني وبدأ يرتفع تاني وبأحجام تدول برضك عليها طيب إحنا عاوزين نعرف بس إيه الأسباب اللي قدت إلى ارتفاع السوق على مدى 13 جلسة هو حضراتك كان المفترض زي ما أنا قلت أنه هو في شهر 12 كان المفروض أن الارتفاع دوت كان المفروض في شهر 12 طيب هو إيه تأجي لأول سبب من ارتفاعات البورصة في خلال 12 أو 13 جلسة هو موضوع قرد الصندوق ناعد الدولي الذي يقدر بحوالي 2 مليار دولار فأنا حضراتك دلوقتي ده سبب رئيسي أنه قدأ إلى ارتفاعات البورصة في خلال يعني كله بيسأل إيه سبب الرئيسي اللي قدر الارتفاعات البورصة المفروض كان الارتفاعات دي تبقى في شهر 12 مش في شهر آخر واحد أو أول اتنين لأن صندوق ناعد الدولي ده حضراتك مش بقيمته المادية أكتر من قيمته المعنوية يعني يا حضراتك لو نبص هي دي نافذة على العالم أن الإصلاح الاقتصادي المصري في مصاره المستقيم فأنا حضراتك دلوقتي هل ده مش انعكاسه على البورصة انعكاس إيجابي أنا حضراتك أول ما تم أخذ الموافقة العام الموافقة من صندوق النقد الدولي على موضوع صندوق النقد الدولي على القرد الاتنين مليار على طول خلال هذا الأسبوع يوم الاتنين وقعت الدكتورة صحر نصر على الدفعة التانية من قرد التمويل الألماني اللي تم إعلان عنه ده يقدر بحوالي 250 مليون دولار طيب أنتوا بنيتوا على أساس ذلك إيه؟ بص حضراتك أنا عاوز أربط بينها وبين الارتفاعات قال لك بسبب الإصلاحات الاقتصادية اللي تمت في مصر وبسبب نتائج صندوق النقد الدولي أنه يوجد إصلاح اقتصادي في مصر ويسير على الطريق المستقيم إما أنا ما يتم توضيح أن التصنيف الاتماني المصري سوف يتحسن إما تطلع مؤسسة زي موديس وتقول أن الوضع الاتماني في المصارف المصرية مستقر وإيجابي ده ده حضراتك بعد على طول الموافقة بتاعة قارد الصندوق النقد الدولي دي كل دي تقارير دي قارير إيجابية ما تطلع فتش ومؤسس فتش وتقول أن الاقتصاد المصري من أحسن الأسوا Atlanta ومن أحسن الاقتصاديات للأسواق الناشئة في الوقت الحالي دي حضراتك كلها طلعت بعد الموافقة على قارد الصندوق النقد الدولي يعني إذن هل الموافقة دي مش في قيمة القرد ولكن بالقيمة المعنوية ما بعد القرد حجم الثقة الكبير طب أنت حضراك دلوقتي هل هو ده على مدى البورصة فقط ولا مدى الاقتصاد طبعا الفترة اللي جاية هتبقى نافذة للإستثمارات الأجنبية الكبيرة جدا يعني أنا حضراك لا تتخيلي أن رئيس الوزراء أعلن في خلال هذا الأسبوع أن قمية التضفقات الدخلة بالدولار تقدر في خلال الثلاث سنوات 163 مليار دولار فده برضك رقم كبير أن قيمة الصادرات زادت في شهر ديسمبر 2.2 مليار مقارنة بشهر نوفمبر 9 مليار جنيه كل ده حضراك مؤشرات صبت أن البورصة في الوقت الحالي تبقى خصبة وأنها ترتفع طيب دي سبب من الأسباب الرئيسية أنا عاوز أحدد بس عشان الناس تبقى المشاهدين كلهم على علم إيه أسباب ارتفاع البورصة على مدى 12 أو 13 جلسة أولا صندوق النقد زي ما أنا شرحت ثانيا أنت حضراك كان عندنا سهم CIB البنك التجاري الدولي حضراك البنك التجاري ما أعلن عن توزيع الرابع سهم مجاني وده صاحب أكبر وزن نسبة في المؤشر EGX 30 الغير معدل اللي هو القديم اللي هو كان صاحب الوزن النسبة اللي هو 34% ما تم تعديله تم تعديله 15% في ال EGX 30 المعدل تمام فأنا حضراك ما يعلن عن توزيع الرابع سهم مجاني ويرتفع من حاجة وسبعين لحاجة وتسعين واحد وتسعين ده مبارح قبل ما يوزع الرابع سهم مجاني ده برضك أثر في المؤشر تأثير قوي وتأثير إيجابي السبب الثالث أنا حضراك صفقة جلوبال جلوبال تيليكم في خلال الأسبوع اللي فات فيه مصالحة مع جلوبال تيليكم حول الضرايف فيه مصالحة فيه تقديم عرض شراء متقدم من شركة فيون على سعر 5.3 من 10 أمام الرقابة وموضوع القط والفارب بينها وبين الرقابة المالية فده برضك خلى فيه ثقل زي ما أنا بقول إن موضوع صندوق الناد الدولي والقرض بتاع صندوق الناد الدولي ده مرتبط بالنهية نافذة حول العالم لإجمال الاستثمارات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية ده برضك أنا بقول إن فيه سهم مؤثر تأثير قوي تأثير نفسي على السوق المستثمرين اللي هو جلوبال فده حضراك أسباب قوية تجعل إن أي سوق يرتفع ويصعب إحنا أمام أسباب مجتمع تدفع السوق للارتفاع بعض بيتساءل السوق مؤهل تماما لعملية الطرحات السوق مؤهل حضراك لموضوع الطرحات اللي إحنا بقلنا حضراك سينين فيها ولكن هو أنا برضك بشيد بوزير قطاع العمال دكتور هشامت مأجل الطرحات حضراك أنا كنت في لقاء مع حضراك كنت بناشد بكلم وبناشد لو حضراك في لقاء أنا نشيت وزير قطاع العمال إن هو أجل الطرحات لأن لو طرح الطرحات في شهر عشر كانت هتبقى مشكلة لأن في الفترة دي كانت سوق نازلة قوية جدا فكانت الطرحات كانت هتفشل وأنا حتى قلت أن الطرحات هتفشل فهو أجلها حتى تتحسن السوق وبرده كانت طلعت برضك وقلت أن ده مؤشر قوي مش تازم كل ناس كانوا بتطالب أن الحكومة ده رئيس الجمهورية يطاع يشوف البورسة اللي بتنزل على شهر عشر وشهر احداشر وشهر تسعة تسعة وعشر وعشر كانت سوق بينزل وكله كان بناشد ولكن الحكومة عملت حركة زكية جدا إن هي أعلنت عن تأجيل الطرحات وده كان شيء إيجابي إن هي مش تطرحه إلا في سوق قوي فحضراك سكة تماما إن لن يتم طرح الطرحات أو الأربع الشركات اللي تم الإعلان عنها إلا في سوق قوي وده أنا أعتقد إن السوق مؤهل في الفترة الجاية إنه هو يكون سوق قوي ويتم طرح الشركات كل مؤشرات الإيجابية اللي حالك بتتكلم عنها بتطرح اتجاه التحسن الاقتصادي اللي إحنا بنشهده من نتيجة الحركة الاقتصادية بشكل عام اللي في اتجاهات مختلفة لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بتعقل اجتماع النهاردة عشان تحدث سائر الفايدة على الإداء والإقراض وطاقعات العامة هو انخفاض إنها تخفض الفايدة البنوك يعني فعليا من فترة كانت قللت نسبة الفايدة نوعا ما إيه المتوقع من المركزي وإيه المتوقع في سياسة مصرفية للبنوك بعدها أحييك على السؤال ده طبعا السؤال ده هو في محله طبعا لأنه إحنا كمان ساعتين بالزبط هيعلن عن هل هيتم تثبتها وطبعا الاحتمال الأولاني الارتفاعها دي مستحيل فهو لإما هيثبتها لإما هيخفضها طب تعالي حضرائك تعالي ندرس ارتباط عشان المشاهد يبقى يعلم مدى ارتباط الفايدة وتغيرها إجابا أو ارتفاعا أو انخفاضا ده مرتبط بالتضخم حضرائك التضخم على سنة 2018 لو بدأنا في 2018 كان التضخم في شهر يناير حوالي 17% في شهر فبراي كان 14% فهو خفض الفايدة زيه دلوقتي لأنه لقى مبرر أن التضخم قل واستمرت طول سنة 2018 الفايدة 13% إلى أن وصلنا لشهر سبتمبر وصلت لغاية 15.5% وجينا في شهر اكتوبر كانت أعلى تضخم حدث في 2018 كان 17.7% وانخفض في نوفمبر لـ 15.4% وده كان انخفاض سانوي حضرتك وشهري في نوفمبر أما أنا أاجي في شهر ديسمبر ولاقي أن التضخم حوالي 12% التضخم اللي أعلن عنه من يمت حوالي يومين 3% كان 12.7% فأنا دلوقتي كان قبل ما يعلن عن التضخم الـ 12.7% عن الرغم أنه هو فعلا لو إحنا إثناء على السنوي هنلاقي أنه هو مخفض ولكن على الشهر أنه هو ارتفع فأنا أعتقد اعتقاد الشخصي أنه ما عندوش إلا خيار واحد بس يعني أنا مش يعني حتة التخفيد دي أنا مش ميال إليها أول أنه هو يثبت أنه يثبت الفايدة لأن حضرتك هو زي ما أقول لحضرك أن التضخم كان في ديسمبر كان هو المفترض أنه كان يخفضها في ديسمبر ما خفضهاش فأنا حضرك أنا أعتقد اعتقادي ده اعتقادي الشخصي يعني هيتم إعلانها كمان ساعتين أنه ما عندوش خيار أنه هو يثبت الفايدة في هذه المرة أنه هو لازم يثبت الفايدة وبعد كده يتم تخفضها إحنا يعني في الانتظار نشوف إيه وضعات الفايدة هيصل لها إيه طيب إحنا أمام مؤشر جديد ظهر منذ أسبوعين تقريبا آه بالضبط الإي جي أكس 30 المعدل كانت بدايته أيضا يوم خميس أعتقد أسبوع قبل الماضي كانت بداية هذا المؤشر وقال أنه جمع ما بين مؤشرين وعملوا هيؤدي المزيد من الاستقرار والوضوح والشفافية اللي هي المتطالبات اللي كنا بنتكلم عنها في البورصة منذ فترة أخبار مؤشرين أنا حضراك أخبار مؤشر بالمناسبة يعني هو عمله المؤشر المعدل إي جي أكس 30 المعدل بيختلف عشان بس كل الناس تعلم أنه هو بيختلف عن المؤشر إي جي أكس 30 العادي اللي احنا بنقول أنه هو وصل ناردة 14 ألف وتسعمية هو 30 هو اللي ملغبط دين ما هو ملغبط الدنيا حتى هو على شاشات الأسعار ما حدش من المستثمرين حتى شايفه يعني ما حدش يعلم به لأن ده خاص بالمؤسسات أو بالسنة دي حاجة زي كده وأنا هقول لحضراك لي يعني إحنا طالبنا كتير وأكيد في حضراك في لقاءات كثيرة مع خبراء طالبوا بأن إي جي أكس 30 يبقى ما فيش سهم ومسيطر على السوق إحنا السهم ده ما بيرتفع المستثمر ما بحسش بارتفاع السوق خالص يعني المؤشرات حقيقية المؤشر حقيق وواقعي طب هم عملونا الإي جي أكس 30 المعدل بحيث أن ما تزدش أعلى وزد نسبي عن 15% اللي قبل كده حضراك في سي إي بي كان الوزد نسبي 34% هو ده لوقتي ما بيزدش عن 15% فده بيعبر تعبير حقيقي عن السوق ولكن الناس مش موجود على الشاشات بردك هو ده عالق في الأزهان المؤشر إي جي أكس 30 العادي اللي هو اللي حضراك عشرنا عليه في أول اللقاء أنه هو وصل لغاية 15 ألف وهكذا وبردك بيؤثر عليه البنك التجاري المؤشر إي جي أكس 30 المعدل دخص بالمؤسسات والسندي حتى لسه حتى الآن ممكن أنا أعتقد أنه بعد فترة الدنيا بس هترجع إي جي أكس 30 اللي هو المعدل وتبدأ الدنيا تبان وضحها يعني هو لسه حتى الآن في دور التجربة بالمعنى صح فحتى المستثمرين كلهم مش موجود على شاشات التداول فهم كل عالق في زينهم اللي هو إي جي أكس 30 العادي وليس المعدل خلينا ننتقل بك للاتجاه العلامي شوية ونتكلم عن العملات وسوق العملة أكتر إحنا بنشوف أن بريطانيا أخفقت نوع ما في الخروج باتفاق يرحى كإنجلترا يعني بحجم ثقالها الاقتصادي وتطلعاتها في الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق بريكزيت ملائم لها البعض بعد هذا أشار إلى أن اليورو كعملة موحدة هتشهد سلسلة من الانهيارات بعد تلميحات بخروج الدول الأخرى من الاتحاد الأوروبي وبدأوا بالإشارة إلى القرى الأوروبية أنها القرى العجوز وأن هذا التجامع يشير إلى نوع ما من أنواع التضاقض الاقتصادي لتأثير القرى الأوروبية في الوضع الاقتصادي العالمي مستقبل اليورو وبعدين هنتكلم عن الدولار طيب حضرائك هو إزاي ما أنت حضرائك أشارت طبعا أن في دول كثيرة عاوزة تخرج من الاتحاد الأوروبي يعني حضرائك إحنا شفنا الفترة اللي فاتت أن فيه اضطرابات في فرنسا اضطرابات في دول مجورة الفرنسا فيه اضطرابات كثيرة لأن كل دولة عاوزة إزاي ما بقولوا كده أنها تخرج من الاتحاد الأوروبي وخاصة إنجلترا يعني هي اللي باين على الأزهان وباين على السطح إن إنجلترا بتحاول الخروج بكافة الطرق من الاتحاد الأوروبي لأنها حاسة أنها أقوى هي حاسة زي مثلا إحنا بالنسبة حاسة أنها مش المستخيدة مش المستخيدة خالص من موجودها في الاتحاد الأوروبي فهي بتحاول أن تتقلص دورها أن هي تخرج من الاتحاد الأوروبي حتى لو حضرائك لو تلاحظي أن كل فترة إنجلترا بتحاول أن هي في البرلمان أن هي تخرج من الاتحاد الأوروبي وتخفى تدخل يعني أنا على مدار حضرائك سنة أو أكثر برضه كنا بنتكلم أن إنجلترا هتخرج وفي الآخر تفشل في خروجها ده بيؤثر على اليورو طبعا لأن أنا أي اتحاد حضرائك بيؤدي إلى قوة فأنا حضرائك لو إحنا وجدنا أن اليورو في الفترة اللي جاية هو فعلا هيضعف وفعلا هيقل وده بين بسيحنا أمام اقتصاد لمنطقة اقتصاد قوي حتى الآن بشكل جيد ومؤثر في العالم ككل ده طبعا أوروبا دي أقوى اقتصاد يعني عالمي بعد أمريكا فأنا حضرائك ولكن بردك هو التأثر ممكن ييجي في العملة بتاعتها أكتر من أي حاجة تاني نتيجة عملية تفتوة نفسها اللي ممكن تحصل بالضبط يا فاندر يتأثر بمقدارة دقيقة لا هي بمقدار كبير طبعا يعني أنت حضرائك لو أنت عاوز حضرائك مقياس لليورو يعني إحنا دائما لما نتكلم عن العملات نقول الدولار اليورو الدولار اليورو هل هتبقى هذه الموازنة قائمة لا 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 فاندرم أنا أعتقد أنه هو الفترة اللي جاية هتبقى الدولار فقط واليورو هيضعف تماما يعني بردك أنا حاس أنه هيضعف أكتر من يعني الدولار هيبقى في نفسه قوته على الرغم من المؤشرات الاقتصادية أنا فيك نطلع تقرير أن معادلات النمو العالمية سوف تقل في سنة 2019 فده إنعكاسه برضك أن أنت حضرائك أن اليورو هيبدأ يضعف فده هو وضع حياة طيب وضعية الدولار بالمقارنة بوضعية اليورو مع اقتصاد بيتحرك بشكل جيد هو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة ضخمة من الإجراءات الاقتصادية التي يتخذها ترامب في هذا الاتجاه لحماية اقتصاده مزيد من قوة عملته توفير فرص عمالة وما شابه بص حضرائك فاندم احنا ترامب وأمريكا بتحاول بكافة الطرق أن هي تحافظ على قوتها حتى بعد ما هي تبدأ تضعف شوية يعني هو الزكاء منهم بجد بأمانة وأن هما بيحاولوا معالجة الموضوع مع الصين يعني حضرائك فيه اتفاقيات كبيرة جدا أن هما يبقى فيه تبادل تجاري قوي مع الصين يعني هما بيشوفوا أن أقوى دولة أو مؤشر أقوى دولة في الفترة اللي جاية هتبقى إيه وهم بيتحدوا معها وده شيء يحسب ليهم مش ضدهم فهم بيحاولوا بكافة الطرق أن هما يعملوا تبادل تجاري مع الصين بقوة جاء ده مؤشره على الدولار أنه هو هيستمر في الارتفاعات يعني أنا بردك حتى إحنا هنا في مصر حضرائك أنا أتوقع عكس الناس كلها أنه هو الدولار هيبدأ يزيد مش هيبدأ يرتفع مرة أخرى يرتفع مرة أخرى فاندم يعني أنا أعتقد أنه هو لازم هيرتفع لأن حضرائك حتى في الموازنة العامة للدولة رفعت سعر الدولار من 17-24 لغاية في الموازنة العامة 2018-2019 لـ 18 جنيه وأبقى على سعر الدولار الجمركي عند الـ 16 نتثبت عن 16 في المقابل التأثير ده على الاقتصاد العالمي عملية التراجع الأوروبي المتوقعة في مقابل الصعود الأمريكي والصعود الصيني الحالي وتأثيرها على الاقتصاد العالمي بشكل عام ومن سمى البورصات هي طبعا البورصات زي ما أقول حضرائك أنه فيه تقارير طلع كتير أن معدل النمو هيقل والبورصات هتبدأ أن هي تقل يعني فيه تقارير كتير حضرائك طلع أن البورصات هتبدأ تقل ولكن أنا شايف ده على عكس الواقع تماما يعني أنا حضرائك أنت شايف بورصة أمريكا الوقت الحالي بترتفع ارتفعها قوية جدا فأنا حضرائك الدولار كل ما بيزيد بيزيد القوة الأمريكية بيزيد البورصة الأمريكية فأنا شايف أن ما زالت القوة برضا في قيادة أمريكا يعني أنا حتى الآن حتى بعد التقارير يقول المعدل النمو بيقل وفيه تقارير طلعت بالبعد عن البورصات العالمية والبورصات واتجاه فيه استثمارات أخرى ولكن أنا شايف برضك أن البورصات العالمية وبقيادة أمريكا أعتقد أنها برضك قوية وفي 2019 قوية ما فيش ضعف فيها بعد كل هذه الجلسات أغلقت على ارتفاع نسبي حتى مع تباين اليوم هنمر بموجة تصحيح ده البورصة بتاعتنا بس فاندم إحنا في التحليل حتى الفني بنقول أنها من الصحي أنها تبدأ تعمل عمليك جاني أربع لأن جاني أربع حضراتك بتخرج مستثمر ودخل مستثمرين وتبدأ في قوة تانية للسوق تدفعه لكسر نقطة مقاومة تانية بس السوق ما برتفع كده أنا حضراتك بشبهها كده زي ما حد طلع على السلم فلازم ياخد نفس وبعد كده يكمل للصعود هاي دي البورصة بتاعتنا بالضبط فلو تلقيت مرة واحد شوت هتنزل برضو مرة واحد بس في خلال هذا الأسبوع هي بتعمل حاجة جميلة جدا في التحليل الفني أنها بتصحح ممكن في نفس الجلسة وده حدث في بعض الجلسات في خلال هذا الأسبوع أنها صححت في نفس الجلسة وبعد كده تبدأ تطلع تاني ولكن أنا أتوقع أن هي من الصحي أنا حتى بطلع في تقارير وأقول أنها المفروض أن تطلع يبقى فيه جاني أرباح في خلال الأسبوع القادم الناس بتزعل ده ما يخوفش بالعكس ده يطمن لأنه هو حضرائك إحنا قلنا عند الـ 14800 لازم السوق يحصل فيه جاني أرباح فبدأت فيه تلات حوالي الجلسات بدأت تعرض البورصة عراضت فيهم في خلال تلات جلسات وبعد كده انطلقت للـ 15000 مش معنى ذلك أن الأسبوع اللي جاي يبقى يحصل فيه جاني أرباح يبقى البورصة بتاعتنا ضعفت لا بالعكس في أموال دخل كتير أنا أقول لحضرائك قيمة التداول الأسبوع الماضي كانت 11.7 مليار جنيه على عكس الأسبوع اللي قبله كان 7.7 مليار جنيه فده طبعا بيدي قوة للسوق يعني حتى لو حدث جاني أرباح كلام الأسبوع القادم ده شيء صحي إن هي تستكمل السوق بالتأكيد أستاذ محمد عبدالهدي أنا مشكورك أنا موجودك معنا نهد شعرفتنا في معشرين نشاهدين الأحد القادم عبدت التداول في البورصة المصرية لقاء جديد تحليل جديد وعالم المال والأعمال في مؤشرين شكرا لكم